طبعا كما يشكرنا الله سبحانه وتعالى يشكره عباده الصالحون وفي الصلاة حين نقوم من الركوع نقول دائما ربنا لك الحمد والشكر ما الفرق بين الحمد والشكر يا مولانا؟ نعم الحمد هو الثناء على الجميل لكن الشكر فيه معنى أبعد وهو الثناء على يعني الحمد الثناء على أنه سبحانه وتعالى حميد مجيد غفور شكر إلى آخر لكن الشكر يكون على فعل فعل بك فأنت تشكره تشكر الفعل لهذا فطبعا الحمد ده ثناء على الله سبحانه وتعالى الشكر هو يعني شكر بمعنى أنه اعتراف بأن الله سبحانه وتعالى رزقك وأعطاك وأنت تشكره يعني كأنه في مبادلة أما الثناء فهو الحمد ابتداءا أنما الشكر هو الثناء على جميل فعل بك وأمر آخر برضو يعني نبينه في هذا الأمر وهو أن الشكر الحقيقي كما يقول العلماء هو الشكر الإلهي شكر العبد لا يمكن أن يكون شكرا حقيقي لأنه مبادلة فيه نوع مبادلة والشكر الحقيقي هو الشكر الذي ليست فيه مبادلة ولا مقاصة ولا انتظار ثواب ولا أن قدمت شيئا لي كل هذا محاطم به شكر العباد لما الشكر الحقيقي هو شكر المستغني عن هذا الشكل ده شكر ربنا سبحانه وتعالى ده شكر الله سبحانه وتعالى مش مستنين مننا حاجة يعني لاقا هو غني بذاته فهذا هو الشكر الحقيقي الذي يقال عليه الشكر لأنه شكر من لا ينتظر ثواب من لا يعطيه تبادلا من لا ينتظر شيئا فإنما بالعكس ده هو يعني متصدق ومنمي ويشكر العبده يعني والعبد رغم شكره يعني لا يستحق هذا الشكر إنما هو هو فضل من الله سبحانه وتعالى إنما شكر العبد لله شكر أن يستحقه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول في سورة إبراهيم لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ كيف نشكر الله عز وجل؟ نعم هذا سؤال مهم جدا وها هنا أمران الأمر الأول أن يداوم العبد على الشكر يعني ما يكونش شاكر يكون شكور بمداومة الله هذا أمر الأمر الثاني أن لا يكون الشكر هو عبارة عن ترديد عبارة يقولها الشكر الله ربنا لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد اللهم الشكر عندما تأتيه نعمة أو كذا أو كذا وإنما قالوا أن الشكر لابد أن يكون من جنس النعمة التي يشكر عليها مثلاً واحد أوتي مالاً ما ينفعش الشكر هنا اللهم لك الحمد والشكر إنما لابد ولك يكون الشكر من جنس النعمة يعني تخرج من هذا المال مالاً الشكر في المال إخراج الزكاة برقم واحد إخراج الصدقات إخراج ما تصل به رحمة ده مهم جداً فلو فعلت كذا فأنت الآن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة لكن لو شكرته مئة مرة بلفظ الحمد لك وشكر لك والمال كما هو يعني الله أعلم يخرج للمستحقين أو لا يخرج هذا ليس شكراً ويعني لأن الشكر حين أزن حنقلب إلى لفظ سهل وده ما يؤتاش عليه السواب ولا السواب الكبير كما قلنا والجنة إلى آخر والزكاة عايزين نحفظ الشكر من جنس النعمة يعني مثلاً زكاة كما قلنا ما تصل به رحمك يعني شوفي أخي وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيره ده أمر وفي ناس كتير يقول لك أنا مدام ما طلحت الزكاة ما حدش لي حاجة عندي ثاني لا أنا مدام غير الصدقات تعملت لي نعم وآت ذا القرب في آيةين هما في آية في إسرائيل اللي قلناها وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً والآية التانية فآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله أو خيرهم أفضل طبعاً أفضل وجه الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ زكاة العلم مثلاً العلماء عليهم زكاة مش عليهم زكاة بمعنى أن يقول الحمد لله أنا رجل يعني أعلم غيري لابد أن يعلم غيره هذه هي الزكاة وإلا إذا لم يفعل ذلك فهو لا يعد شاكراً لله على هذه النعمة ده درس مهم جداً يا مولانا الشكر من جنس النعمة من جنس النعمة من جنس النعمة تمام خذ مثلاً الطبيب الطبيب الذي أوتي علم الضب لابد أن يشكر ربنا على هذه النعمة والشكر هو أن يعالج الفقراء يعالج الفقراء ويهتم بهم اهتمامه بابنه المريض بأسرته المريضة يعني يهتم بعلاج الفقير هكذا وطبعاً شوف اللي بيحصل الآن إيه ده لا يوجد تشكر لا يوجد وذلك لا يوجد بركة في الفلوس ولا في الفلل ولا في اللي هي بيسموها في البنوك دي حسابات الأمور كلها ويهيألوا في النهاية أنه هو كأنه ما عاش هذه الفترة في بقى بعض النعم بنشكر ربنا عليها بالحفاظ عليها زي الصحة طبعاً الصحة ندي نشكر طبعاً نحفاظ على الصحة لكن تعين مريضاً وقوي برضو قوي وصحة وقوي وكذا يعين ضعيفاً فكل شيء له زكاة له زكاة هذه الزكاة من جنسها برضو يعني الأمر الثاني اللي ممكن يطبق على العباء والعبد السفيد منه هو أن يشكر الناس وده طبعاً في ناس كتير تأنف من هذا يعني ده معناها يا إمة ده نفاق في ناس فتصف كده من الناس لهم ليسوا على حظ من العلم الصحيح في الدين يقول لك لا ده نفاقاً أشكر ربنا طبعاً هذا أمر خطأ ويعني النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك وقال لا يشكر الله من لا يشكر الناس إنما ما أريد أن أنبه عليه هو أن شكر العبد للعبد ده أمر مطلوب شرعاً وكفى بهذا الحديث يعني تبريراً لأن يكون هذا الفعل من فضائل الأعمال في حديث ثاني برضو يعني من معناها من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له يعني شوف برضو حتى لو ما معك شي حاجة خالص لا في دين فرقبتك فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكراً جزيلاً لكم على هذا الحوار الموصول وأحبانا الكرام إلى أن نلتقي مجدداً مع الإمام الطيب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته